موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في موعد جديد مجالتكم الرياضية الأسبوعية على قناة ميديان تيفي بانوراما سبورة تألق لفت للمحترفين المغاربة وفي كل القارات ألقاب قرية ومحلية في إفريقيا أسيا وأوروبا وحتى في منطقة كونكاكاف تألق غير مسبوق بالطريقة والنتيجة رحيمي الكعبير دسليم حكيمي أمرابط وأسماء أخرى كلها بصمت على موسم الاستثنائي وفي فترة المنتخب المغربي مقبل فيها على مبارتين في تصفيات كأس العالم في الحلقة أيضا النادي المكناسي يعود رسميا لقسم الأضواء على بعد ثلاث جوالات من نهاية الموسم والنادي القنيتري يصعد للقسم الثاني في بداية الرحلة لاستعادة الأمجاد بعد سنوات من المعاناة وفي تصريح خاص لميديان تيفي الرئيس السابق للمغرب التواني عبد الملك أبرون يطالب الماط بكل مستحقاته المالية والتفاصيل في ملاف خاص ولمناقشة محور هذا العدد من برنامج بانوراما سبور معنا المدرب والمحلل الرياضي عبد الحمام سعب تيف مرحبا بك مرحبا سعبد الله مرحبا بالمستمعين ومشاهدين لقناة بانوراما وكذلك بالساهرين على باء هذا البرنامج ونتمل لجميع أمسية رياضية ممتعة أهلا بك والترحاب موصول للمحلل والناقض الرياضي سيبو حسين شرقي سيبو حسين مرحبا بك مساء الخير مساء البانوراما ومساء المشاهد أهلا بكم ضيوفي الكرام قبل أن نبدأ النقاش مشاهدين نتابع التقرير التالي لعبد السمدوجو حول التألق الكبير لمحترفين المغاربة هذا الموسم ثم نعرض هي ليلة من الليالي الملاح أو بتعبير آخر السبت الذهبي لأسود الأطلس زائر بلغة التألق بلغ صداه العالم كان مدهشا حد الاقتناع أن اللاعب المغربي يستع نجمه أينما حلا وارتحل في رواية التألق واللمعان الفصل الأول كان بعودة نجم خط الوسط سوفيان أمرابت للواجهة ثقة تينهاك جددت الروحة في الأسد المغربي ليكون واحدا من صناع تتويج مونشستر يونيتد على حساب الغريم السيتي في نهاية كأس الاتحاد وقف حجر عثرة في وجه كل خطة غوارديولا وأنهك النجم هالاند لتتصدر تدخلاته المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي ويعلن أمرابت نفسه نجما في أمسية إنجليزية من إنجلترا إلى آسيا وعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد ختم الأسد المغربي سوفيان رحيمي موسمه المتميز بتميز وقف له القاسي والداني انبهار بمسة وابن البطولة المغربية وخريج مدرسة الرجاء توجى بدور أبطال آسيا رفع الكأس مع زملائه وقبل ذلك الكل وقف ليشهد على تتويجين للمغربي فهو الهداف في البطولة برسيد 13 هدفا وأفضل لعب في المسابقة بالآداء أو بلغة الأرقام رحيمي خلق الحادث وأعلن نفسه نجما فوق العادة لينال إشادة المدرب كريسبو واللاعبين وفوقهم الجماهير وفي فصل آخر من فصول رواية التألق المغربية في القارة الإفريقية ريدا سليم نجم الجيش الملك السابق والحالي في صفوف الأهل المصري ظاق الذهب وتوجى لأول مرة في تاريخه بدور أبطال إفريقيا رفقة قيدوم الأندية المصرية الأهلي نعود إلى أوروبا الشاهدة على تتويج آخر في ألمانيا بطله أمين عدل رفقة ليفير كوزن وإن كانت زلة نهاء اليوروبا ليج موجعة فالتتويج بكأس ألمانيا كان له طعم خاص ينضاف إلى التتويج الخاص بلقب البوندسليغا وفي فرنسا تكتمل حكاية توهج الأسود في السبت الساطع أشرف حكيمي يظهر رفقة باريس سان جيرمان بالكأس الفرنسية يكمل خماسية ذهبية رفقة زملائه في المنتخب المغربي هؤلاء خمسة تويجوا وغيرهم الكثير وفي لائحة التتويجات السابقة واللاحقة إبراهيم دياز مع الريال في نهاية دور الأبطال وقبله تتويج بالليغة وأيوب الكعبي مع أولمبياكوس يطارد لقبين الهداف وكأس المؤتمر الأوروبي وهناك في القارة الأمريكية بحث عن تتويج غير مسبوق لأي لاعب مغربي عبر أسامة إدريسي نجم باتشوكا المكسيكي تألق الكل يرى فيه عظمة الموهبة المغربية لكن ثقله وليد الرقراغي فقط من يشعر به خاصة بعد كبوة الكعن وما تلاه فهل يكتب الرقراغي فصله الخاص بمداد التألق سؤال إجابته عند وليد وعند مستقبل الأيام إذن تألق كبير للمحترفين المغاربة في الدوريات الأوروبية ألقاب قارية وألقاب محلية وفي كل القارات ربما استعبت في سيناريو غير مسبوق أو نتائج غير مسبوق للمحترفين المغاربة في الدوريات المختلفة صراحة إذن تكلموا للمحترفين اللاعبين نريد أن تكلموا للمحترفين سنوات أخيرة خصوصا بعد المنضيات القاطر كان هناك انفجار بركانين قدروا نقلوا بهذا المفهم بركانين على مستوى الرياضة بحيث أن برزو لوجود مجموعة اللاعبين ومجموعة النجوم سواء منتوج محلي أو منتوج غير يعني اللي تكونوا في المدارس الأوروبية أو اللي تكونوا في المدارس المغربية كرحمي كريدا سليم كالكعبي يعني مجموعة اللاعبين وهذا يعطي واحد إضافة نوعية للكرة القادمة الوطنية وبرز على الساحة الدولية بحيث أنه لنا كان لقوا واحد مجموعة دي اللاعبين متألقين على المستوى الأوروبي كحقوا أرقام سواء في البطولة الإسبانية أو في البطولة الإنجليزية وكعطي واحد القيمة مضافة للكرة المغربية ولللاعب المغربي اللي بلات عنده واحد صيغة كنا قبل ما قولوش إحنا ما كيني شي كانوا لعب المغاربة في فرنسا كانوا بلجيكا ولكن المستوى والإيقاع دي اللاعبين كانوا متوسط ما وصلوش النجومية الآن ولينا كنشوفوا عد اللاعبين المغاربة لوصلوا النجومية أعطوا إضافة نوعية وهذا كله لصالح كرة المغربية وكيشكل واحد لعب وواحد ضغط نفسي لأنه كنا قنعرفوا بأنه الضغط النفسي دائمي كيكون على اللاعبين الآن ولا الضغط النفسي على المدرب حيث أنه صعيب عليه لأنه في حال اللي كنقولوه نحن في عالم ديال التدريس أنه مليك يكون الأستاذ التلاميذ عنده مساوى والكافأة كبيرة في الدراسة خصوه يكون الأستاذ منتينة الدكاتيرا باش يقدر يواكب إذن هذا مفرض على أنه وليد الرقراجي خصوه يوجب باللاعبين على مستوى التقني باش يكونوا كف لأنه نحن المجموعة دي اللاعبين اختيارات بطبيعة الحال صعيب على أي مدرب يلعب هذا ويقلز هذا قبل الاختيارات محسين بهذا السياق ديال التألق اللاعبين للمغاربة واش قدرنا قولوه اليوم بأن اللاعبين المغاربة بدوك يعرفوا فيني لعبوه لأنه تلختيار ديال الفارق اللي يتلعب فيه وبيدو مسألة مهمة ومهمة بزادة محسين لا اللاعب المغربي الآن فرض الوجود دياله طبعا باش تلعب في أعتد الدوريات وتلعب مع الأوائل مع الذين ينافسون حاله دي كان عندنا طبعا أجيال سابقة كنت تلعب في مستوياتهم درجة ثانية درجة ثالثة في فرق طبعا لي في هذا الترتيب هذا ما شيف ترتيب ديال الأوائل الآن عندكتر من 12 لاعب حاصلين على ألقاب على المستوى الأوروبي على المستوى الأسياء 12 لاعب ديال من تشكيلة ديال المنتخب هذا ما شيف سهل من الحاريس بونو الحاكمي المزراوي وانتغا ديسو في المرابط وتوصل عند عدلي زياج الكعبي النصيري واللاعب الراحيمي إلى أكثر من 12 ديال اللاعبين في تشكيلة الأساسية ديال المنتخب وحتى البودلاء وحتى البودلاء طبعا ومنهم والآخرين كيوصلوا للأدوار متقدمة في هذه البطولات بمعنى أننا الآن كنت وفروا على السياق فرزنا واحد الجيل في زخم ديال اللاعبين اللي هم متمكنين فكوا عقدات الألقاب طبعا هذه العقدات الألقاب والبطال إلى غيرها ستصنع لك النوعية اللاعب الذي ينافس كيتبارا كأس العالم ساهم في ذلك تتركوا مع المستوى الوطني أيضا طبعا لأن المستوى الوطني هناك أيضا الفرق تحركت تقريبا في هذا العقد من الزمن لاحظنا أن فرق وأندية مغربية أيضا بدأت تصل إلى البوديوم كتلعب دائما في النهائيات إلى غيره هذا التراكم سأعطيك واحد الاستقرار طبعا سأعطيك واحد الاستقرار في واحد الأفق الذي يجب استثماره واستغلاله بواحد شكل يؤثر على الكرة المغربية نعم سنضروا واحد الإسقاط صراحة كلها كنت تتكلم عن المدربين وكان قلو بأن المدرب المغاربة لا يعرفون أن يجريوا الكاريير ديالهم أو المصار ديالهم المهني على اعتبر أن معظم المدرب المغاربة يدربوا في البطولات المحلية بشكل عام إلا في حالات استثنائية وتلي بشأن شي فارق مثلا ما ينجح إلا نادرا اليوم عنا مثلا عموتا كان والد في تجربة سابقة في قطر وأيضا مع الأسباب الكلمة محدودة جدا واش اليوم النقطة التي تأكد لها السياة عبطي في الحمام واش اللاعبين المغاربة اليوم واش النج واش المناجر واش البطولة المغربية واش كأس العالم وما فعله المتخم مغربي في مونديال قطر سهم اليوم في هذا البوروز يعني اللي ملفت للانتباه هو بطبيعة الحالة بوروز ملفت للانتباه لأنه اللي غادي نشوفه على الصعيد العالمي كان لقوا في جميع البطولة واحد النسبة كبيرة ديال اللاعبين هو اللاعبين كي نفسه يعني على مثال بسيطة نتكلمه في اسبانيا كان لقوا مثلا لنصيري رغم أن نصيري فارقة ديال إشبيليا محققش نتائجات الموسم ولكن ملكا تسمع بأن نصيري سجر 15 أداف يعني ما شي سهل 15 أداف بطولة احترافية ربما كي عادل في الناحية ديال الأرقام اللاعب ديال ريال مادريد البرازيلي يعني هنا يقل لاحظوا بأن نصيري راشي حاجة ملكا نمشون بطولة ديال لشي قولة ديال ألمانيا كان نلقوا فيها مثلا آمن عدلي اللي هو كي سجل هذا العام تقريبا عشرة ديال الأهداف متفرقة ما بين بطولة بوندسليجا وكأس ألمانيا والبطولة الأوروبية وساهم في تحقيق الفارق ديالو للأسطورة يعني السنوية لألمانيا بدون هزيمة خمسين موارا بدون هزيمة نمشون بطولة نقول ديال إنجليزية اللي ربما في الشعب المغربي ولا النقاد كانوا يقولوا بأن سوفيان أمر رابط كان الاختيار ديالو غير صائب نظرا لقوة والاندفاع البدني اللي كتعرف البطولة إنجليزية ولكن في حالي كان نقوله أن يأتي يا خيرا من أن لا يأتي في آخر البطولة أنه أصبح قطعة أساسية ومهمة في فارق ديالو أحقق أول انتصار نعم كلام جميل ولكن المعلومة الصادرة من يعني من ماشيستر تقول بأن يوسف مربط أو سوفيان مربط لن يكون مع الفارق في الموسم المقبل حتى تنهاج ورغم أن تتجب اللقاب لن يكون ضمن الفارق في المستقبل القريب وبتحدث في الموسم المقبل محسين تكلمنا مع سعبتي في حول هذا التألق بقي ما جاوبت للسؤال سوف نعود نعود لك في صيغات أخرى بقيت نعرف يعني بقيت نعرف بقيت نعرف فين يبقي لعب بقيت نحدد لك النقطة السيم حسين معرفتي وش فهمتني أو لا هو طبعا اللاعب المغربي وش المهارة ديالو اليوم سمحت له أنه يكون مع الفارق الكبرى لا طبعا اللاعب المغربي الآن شحالة دي الدولي المغربي كان غير مرئيا كثيرا بالنسبة للفارق الكبرى طبعا لا تراهن على اللاعب المغربي ولكن تراهن على اللاعب الذين عملوا واحد المصار جيد في الدول الأوروبية ممكن الآن الجديد هو أنه كان هناك التفاتة وانتباء إلى داخل المغربي طبعا كان المنتج المغربي بعد كأس العلام والحديث على الكرة والنهذا السراتيجية والتألق على المستوى الأندية وعلى المستوى القرية الآن هذا عامل يتير البحث والتنقيب على مواهب داخل المغرب في سنين مبكرة أيضا طبعا مادم أن نصيري وراحيمي إلى غيره عدوا من خريجين وناحي وآخرين من الخريجين للمدرسة المغربية طبعا ولكن اللاعب الآخرين كانوا يلاعبون في أندية حال ذياج كان في الأجاكس منتقل إلى مستوى أعلى تشيلسي إلى غيره في أونينتين كان فيها سوفيان أمرابط الترقى منذ المنديال ومنشيستر ونايتد لدينا لعب مثلا إبراهيم دياس في مادريد حاكمي أحسن ظاهير في العالم عندك مثلا المزراوي في البايير هذا ليس سهل بمعنى أن الكورة المغربية قد تفرز بوطيرتين وعلى الوطيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي على المستوى دول المهجر طبعا بلد الإقامة في أوروبا اللاعب المغربي كان زخم كبير حتى الآن على مستوى الاختيارات في البعد الستراتيجي يلخالف للمنتخب الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم لا نخاف على البعد الستراتيجي في الكورة المغربية لأن المنقبين يتحدثون على أكثر من 300 لاعب واجد الآن في أوروبا المنتخبات وطني بمعنى عمليا هذا هو الذي يعطي منه يكون عندك تعدد الاختيار تعدد الاختيار والتعدد ربما هو مسألة إيجابية وقد تكون سلبية اسمها الناخف الوطني وليد رقراقي عندي تاقب شوية لأن فاطل الإطار التنوع والتعرف بالرياضي المغربي أو باللاعب المغربي على المستوى عالي حتى العمليات تسويقية بدنا نشوف ذكر رجال أعمال المسؤولين على تدبير اللاعبين يساهموا إطار التواصل بحيث أنه ربما في آخر الموسم يبحث لعلاج جوش ثلاثة ديال فورو يتم الاختيار الأنساب ويقع عروض هذا بطبيعة الحال كله يعطي واحد دفع لأنه ومثال سخوار راح يميله ربما في حال يقول لكل مشاهدي الشاهد خدم أصبر رغم أن المنادس عليه المنتخم في المراحل الأولى وكل كان يطالب خصوصا الناس ديال الرجاء أو الناس ديال الدربي يقولوا رحيمي رحيمي ولكنه الشاهد وفي الآد بالإثبات بيننا لأن الكفاءة دياله وكي سهل المنصب ولكن في حالة قلت يا أسي عبد الله هذا النجوم دي المجموعة دي اللاعبين رأي صعيبة بالنسبة المدربين بصراحة سنوصل لنقاش ديالنا وسنرى أرى بعض المدربين هذا الموضوع العادي عندي شغاف منشوف وليد رجال رجي باش غير يتعامل مع هاد اللاعبين اللي غادي ينادي عليهم وكيفاش يوضنفهم في الملعب لأنه غادي يقول لي واحد تيقل ولا واحد لويزر كبير على وليد رجال رجي لماذا؟ لأنه لباولي عندك لعباء كتار تباك الله وعندك اختيارات لباالجمهور ما بقاش غير قبل منك قادية ديالعل انه احنا يرى كنت اقلمه ولا رأى دلاري باق لا عندك لعبين كلهم متمرسين لعبين يكن قولوا احنا عندهم تيقاء أشقاء بقى نشوفوا مباريات في مستوى الكبير وذا في حداته اضافة للمدرب الوطني الآن نحن نهد هاد اللاعبين نمجدولهم كل الاليات تقنية واللوجيستيكية ولقو لهم كل طرق باش يوسطل الشباك لان هاد اللاعبين كيجلوا اهداف كثيرة في بطلات اوربيا صعبة ربما كيلقوا بعض الصعوبات كيلقوا بعض الاخفاق في المنتخب الوطني اليوم اعتقد لانه وليد الرقري اضرب هاد المسائل التقنية وانه غادي حاول يوجد الطرق المؤدية الشباك ويستفيد من هاد اللاعبين اللي تأقل تألقوا بشكل ملفت وغادي يكونوا إلا ربح باش تجعل الناخب الوطني يختار الأفضل لعبين عندهم مؤيلة فرضية يحسد عليها لعبين هدافين لما نظن انه الهجوم فقط للفارق المغربي شي جل اكتر من 60 اصابة هذه السنة نظن انه سيغري عارف عن هذه المقابلات انه كل حسيمة وانه نجد واحد الفارق قوي لغاية الكأس العالم كذلك اللي غي يشارك ويفوز بكأس إفرقية منظمة بلادنا العزيزة فلاذا يجب أن نشتغل من ناحية التقنية التاكتكية نجد الولفة السحرية وتجانل التاكتكية لا بين الخطوط ولا طريقة للعيب حتى يمكن أن نكون هذا الفريق الذي يهاب الخصم وكذلك الفريق الذي يدخل المقابلة يفوز بها الفريق الذي يفوز بكأس إفرقية 2025 إذن هناك إجمع من كل أرطور وطنية التي كانت تعينة في هذه التصريحات بأن هذه القاعدة الاختيار هي مسألة إيجابية ولكن لا يقول أنه إيجابية والأسربي هو الناخب الوطني وليد محسي كيف سيتعامل هذه الخيارات ربما سيلاح لحدين وبالعكس وكيشوه ببعد آخر طبعا ممكنش أي مدرب يتمني يكون عنده النجوم إدارة النجوم صعبة طبعا إدارة النجوم دائما تحتاج إلى النجم لأن النجم الأول في الفارق هو الأول المدري هذا معروف ثم أيضا يكون عندك تعدد الاختيارات الجميل جدا وأننا جميل جدا في التألق وأن اللاعبين ربحوا كؤوس وبطولات تزول عقدات الفوز بالكاس بمعنى عندك البطل يسكنك البطل هذه البطل التي نرهنها في 2025 موجود لأنه ربح كاس أوروبا ربح كاس أسيا إذا يأتي لك واحد ترسانك تولي الحالة الدينية الجماعية على المستوى الفرضي أنا قلت لك أكثر من 12 لعيب فيزين بألقاب في البركور عندهم تراكم بالألقاب ليس لقاب واحد وتنائيات زولتيات طبعا نظر حكيمي آخر طبعا ندل لفاس باللقاب فاس بجميع الألقاب على المستوى الإفريقي مع عداء عصبات الأبطل فاس بالسوبر عندك الكنفدرالية عندك أسلع عرب إلى غيره ونتقل إلى قارات أخرى وعتبت نفسها عند حكيمي رباح حكيمي ملغة تقرأ السيرة الداتية بمدافز مثل الكستية ويأخذ كأس أوروبا طبعا ونتقل عند براهيم دياز ونتقل المزراوي وآخرين من يكون عندك البطل الفردي كبقى البطل الجماعي بمعنى الحالة الدينية المدرب كيف يشتغل عندك تنوية الخطط لكن نذهب حاليا هو أننا نوع من الأسليب لعب لعب الآن لعبين يخترقون من الوساط دياز وعندك اللعب آخر من الوساط لكي ندر على الوساط اللي كي لعب في مارسي طبعا وليكن في المنطقة حاريت إلى غيره عندك لمستوى الأطراف راحيمي عادلي إلى غيره عندك وسط الميدان واختيارات متعددة زائد اللاعب في المنتخب الأولمبي على مستوى الدفاع هناك اختيارات كوبرا ايضا اختيارات بالتالي تنويع اللاعبين وتنوء البروفيل لدي اللاعبين سيعطي لك تنوء النهج هذا هو السؤال بمعنى لا يوجد نهج واحد نلعبه الذي يرى نحن مناهج أساليب لاعب وتنشيط أو المهم الصعب يوم التولاتة ستكون لائحة غير اللائحة التي ستشارك في المباراتين المقبلتين المتخب مغربي في تصريات كأس العالم يعني جد المباريات كان الأسبوع المقبل سبعة في الشهر مع منتخب زنبيا في أقادير وأيضا حدث في الشهر مع منتخب الكونغو تكلمنا عبدالطيف يعني شكل يغير دمرنا تألق ذات اللاعبين مع المنتخب بالفعل هناك تألق مع الانديا ديالهم واش الظروف للعب في الفارق ديالهم تتشابه مع ظروف اللاعب في المنتخب المغربي واللقص واليد يشاهد ويعطيهم ديك الظروف في حالي قال محسين بأن كرة القادم أولا كرة القادم ربما نعمل واحد نظرة صغيرة حول كأس العالم نعمل في حالي دائما المقابلات اللي كيكونوا كان لعبوهم أدوار أدوار طلائعية كنخرجوا منهم العبار المنتخب المغربي لماذا ما قدرش يوصل النهاية كان بالإمكان ديالووصل ولكن هناك أشياء أدت إلى عدم وصول المنتخب المغربي إلى النهاية خصوصا الأعطاب من اللي بدو كيتدربوا بعض اللعابة ما بقناش كنجوروا قطع الغيار يعني الفرقة باش كتكون أحسن فرقة اللي كتكون مزيانة هي اللي كيكون عن دكة الاحتياط لأن إلا كنت عن دكة الاحتياط احتى المدرب كيكون مرتع من اللي يوقع التغيير كينا دكرة في المستوى عالي كينا خور في المستوى عالي أكثر منه إذن كي أعطيه واحد اتقاف النفس اللي يعجبني أنا في الصريحات الأخيرة ديال من ديبرال المدرب ديال أولمبياكوس وسقصوا على اللاعب المغاربة بحكم أنه درب نانسيري في سيبيا وكعبي في أولمبياكوس قلهم اللاعب المغاربة عنده واحد مستوى تقني كبير خصوصا المهاجمين كخص اللي عارف في تعامل معهم إذن في حالي قال محسن بأن المشكلة ديال المنتقب المغربي أن والد الرجال مطالف بالتغيير لأن أي مدرب اللي يكون ناجح هو اللي يخلقه على الفرقة متجانسة يخلقه نقله بالدريجة التوليفة باللعبين مش ضروري نعمل الأسماء مش ضروري يكون مثلا زياش يضروري يكون مثلا إبراهيم دي لا نخلقه واحد مجموعة اللائبين اللي يكونوا متجانسة في الناج التكتيكي مع بعض ممكن يلعبوا بنفس الأسلوب غادي أدي النتيجة وحتى المدرب في هذه اللحظة غادي يكون مدرّم مرتاح لأنه عارف في دكات الحسيات عنده المجموعة اللائبين في أي لحظة من اللحظات غادي دخلو غادي احتي إضافة لأننا نحن نكون كتبو بعض المقابلات كنقول المدرب تغير دياله ناجحين لماذا؟ لأن اللاعبين اللي يدخلو أعطوا إضافة نوعية سجل الزبالإشكال الذي كان استعبطي وأيضا السيم حسين هو طريقة اللعب في القرى الإفريقية كالعومة منتخابات دائما كانت لعب مدافعة تقربوا النموذج الرحيم اللي هو بالمناسبة أول لعب مغربي يتوّج بدور أبطال أسيا هداف دور فالدور النصف النهائي وكان أيضا هذا الرحيم هو أفضل لعب في هذه النسخة الدورية أفضل أسيا إلا جيبنا رحيمي البروفيل ديره مع الفارق ديره ويجيبنا يلعب في إفريقيا يلعب للمرج الموريطانيا ولمرج اللي كنا لعبنا مع أنجولا وما كانت عنده مساحات اللي يقدر يلعب فيها صراحة حيط طريقة لعب مختلفة ولكن مع الرجاء كان وحده كان فهمتي كان يستولي على الملعب على المساحة في الملعب مع الرجاء في البطولة دي الكأس الكون فيدرالية ثم أيضا في عصبة الأبطال ورغم أنه تقسق مع الأهل ولكن تبت بأنه عنده لاعب أولا قدرة بدنية قوية جدا إلى غيره ولعب مهاري لاعب اللي كان دائما الحديث عن ظلمه طبعا ولكن خسنا نعرف أن هذا المظلومين يتبتون الدات هذه الشخصية الكاريزمة لاعب هذا بمعنى لاعب لا يفقد الأمل ثم ما جميل جدا هو أن الآن ستنتفي المبررات جميع اللاعبين في جاهزية كبيرة في تنفسية في تنفسية هذا هو المعايير الذي يختار به الناخب الوطني والجميل جدا هو أن في نهاية موسم ونحن مقبني على مقابلتين واللاعبين تقلقوا بمعنى اللاعبين عندك الآن لاعبين جاهزين الذي كان مشكوكتها في حالة عبر الإصابة إلى غري لم ينسوا أيضا من بعد المونديال يتحلل أيضا بعمق وآدوات موضوعية نحن نعرف أنهم بعد المونديال موقفنا وصيب اللاعبون بعياء كبير في المونديال وستنزاف الطاقة قوي بعد ذلك دخل جال ميركاتو كان هناك تعطرات للاعبين كان عندهم مشكل أنهم يلتحقوا بفارق والدليل أنهم رأيوا في المرابط كيف يكمل كيف يكمل أنزياش وكيف يكمل للاعبين آخرين وكاملين كانوا مصابين إذن في هذه اللحظة الفارقة التي كان حق فيها الألقاب المنتخب المغربي يحتاج إلى هؤلاء إلى التألق به هؤلاء ونظن بأنه وليد الرجراجيل الذي يهدر عليه أنه مثلا الذي يريد أن يسيب له محدودية الرؤية الآن نتحدث الآن أمام تعلق أمام الجاهزية أمام تعدد الاختيارات هنا الرهان والرهان على ولي هذا سعيد لأن الحمد لله ربما توقيت مناسب جدا بأنه في المباراة المقبلة وخاصة في تصفية كأس الإعلام كما قلت سابقا مباراة زامبيا وأيضان الكونغو يبان المنتخب المغربي بوجه مختلف ويقطع ما صارك طويل في سبيل التأهل المونديال 2029 السعب طيف يعني يمكن بزاف العناصر متميزة وهذه العناصر ربما يمكن أن يكون فيها عنصر أو ثلاثة يعني من اللاعبين البارزين اللي يمكننا نبني عليهم طريقة اللاعب وشكي اللاعبين الآن في المنتخب مغربين نبني عليهم الفرقة وهو طبعا الحال لأن ليش في الطريقة نعود معك تصريح سابق الناخب وطني وليد كان قال في تصريح سابق بأن المنتخب مغربين في تاريخ لم يبني فارق على لاعب واحد هي مسألة عادية صراحة حيث لم يكن لاعبين متميزين صراحة ولكن إلا لاحظ نحن بالنسبة للمنتخب المغربي في خلال مونديال بعد المراحل المنديال لاحظ بأن المنتخب المغربين مبني على زيش مبني على زيش يعني حتى في الوسط الميدان كان يعتمد على مرابط فقط كلاعب يقوم بعملية كسر اللاعب ومحاولة البناء هو كي يبني هو كي يهدم يعني يقوم هذه العملية في الجهة اليسرى كان يعتمد على بوفل إلا كان بوفل مش في أحسن أحوال يلو كان حسن بأن الفارق مدبدب لا يوجد شيء مدرب يقول لك أنا كلاعب مبني عندي خطة اللاعب كلاك دروري ببنيها لأن شنو الهتف من الفارق كيكون عندك واحد النجم مثلا عندي ميسيف حال والقاطرة والقاطرة في بناء العملية الهجومية مثلا في حال اللي قلنا مرخر وقال من ديبرام والدرب دي الأولمبياكوس قال بأن أنا عندي النصيري كيلعب إذا نصيري كان عارف النقاط القوة دياله هي الدربة الرأسية إذن أنا في خلال التمرين الإعداد كان لعمل أجنيحة كيمروا بجوج بهم باش كيلعب ولكن عندي واحد قلب الهجوم أخر كيلعب بالأرض برجله في حال مثال ديال الكعبي إذا نغير يكونوا التمريرات يعني كيغير مليكن غير الطريقة اللعب حتى اللاعب ينغسوا يتغيروا وهذا هو المطلوب يعني الضغط هنا موجود مركز على الوليد الرقراقي باش يوجد المنتخب المغربي ما شاء لنهج واحد في حال يكون نعرف 4-1 4-1 يكون عول 4-4 4-3 ويفق القدرات اللاعب اللي عنده في المنتخب اللي يكون هو مسؤول إليه في حال يكون عندك اللاعب بزاف ومن نوعية راح تنتم مدرب أي طريقات تعمل تلقى العناصر 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 هذاك مهاجم أي من صارح مهاجم أيصر صارح ولكن كدق المهم صعب لأن فريق فيه نجوم تستكن نجم يقود هذا الفريق نشوف تصريحات بعض الصحفي ريادين حول هذا الموضوع ثم نعود لأن الكل يتساءل كيف يتمكن لعبون المغاربة من أن يتحول إلى الدفين في أبرز الأندية و أبرز البطولات وكأن المستوى الوطني يجدون استعصاء يعني غريب ربما هناك مشكلة للضغوطات ومشكلة للتوظيف أو أشياء أخرى محيطة بالنخبة الوطنية التي نتمنى أن الربان الفريق الوطني سيوال يقع لها حلول وصراحة أي مدرب يتمنى يكون لعبين في المتل اللاعبين لعند المنتخب الوطني وأكيد تألق اللاعبين المنتخب الوطني في نهاية الموسم مع الفرق دي لهم فأنا مدرب يتمنى أن اللاعبين في أوج العطاء وليس فقط يحتاج إلى توظيف أحسن توظيف من أجل أنه يحق بهم نتائج إيجابية طلقا من جوج المواجهات التي عن نفس صفية كأس العالم التي ستكون في شهرة ستة إن شاء الله نظن هذا إيجابي مسبق ناعش ناعش هذا إيجابي يتنقل عزيز القبلاوي طبعا لأن اللاعبين المتقلقين اليوم إذا أريد أن تكون وصفة معسن ونعرف أنك نظرة تقنية وخام كيف يتعامل اليوم مع اللاعبين طبعا التكامل الأدوار في الفارق الجماعي الدينية الجماعية ما يمكن أن يبني اللاعب لا يمكن أن تبني اللاعب لأن لا يمكن أن أن لا يمكن أن أن لأن لدينا الكثير من الاختيارات في المنتخب المغربي والتي لديه التنشيط الذي ستفعل وهنا كان لدينا نفق التنشيط الهجومي بمعنى عمليين كنا كنا نفضل على الأطراف العمق لأن الأطراف لا يمكن اخترق من الواسط لا يوجد لعب اختراقي طبعا كبير ومع أمره توظف كان حاريتي ولكن الآن بمعنى من الواسط كينات اللاعب في الهجوم لديك جزر رأس الحرب واضحين في الأجنحة تألق زياش وامين عدلي ورح يميد بالآن ونضاف إلى سلسلة اللاعبين في وسط الميدان عندك أكثر من اختير مع ريتشاردسون مع العزوزي مع صوفيان أمرابط عندك أحسن ظاهر في العالم وهو حاكمية ومن مزرع يتبت بأن منك يكون هذا الفارق في حالك دم تكامل أن تقدر تعاون لدائر أيصر ونحن شاهدنا في البير بمعنى عمليا نخص طريقة لللاعب عندك الحاريس تكامل الأدوار واختيار التنشيط وهو متساوي توزيع الأدوار نحن الفقدين هو التكامل لأن لماذا في المقابلات الأخيرة لم يكن جيدنا المنتخب وغضب الإنسجام لا يسهل تركيب المنتخب وتدخل عناصر لأن تلعب بأحد البنية ناسق الأسلوب ناسق والسيستم ناسق تبدل عنصر واحد لا يؤثر في الناسق وخد دخلنا إبراهيم دياز مثلا دخلنا إبراهيم دياز كيف قل ناسق والنسق إذا نقصنا بحلوع نحصل إلى آليات ديال التنشيط معنا العلاقة ما بين هذه اللاعبين داخل واحد النسق في الميدان نسمعنا التوفيق للمنتخل المغربي ولكن اليوم الكرة في ملعب أو في ملعب وليد هو الذي يقدر يحسن في هذه الهوية اللاعبين الذي يخذ بهم المواجهات المقبلة في تصفيات كأس العالم نغلق ملف المتخب الوطني ومشي من البطولة المغربية القسم الثاني النادي البكنسي سعب طيف يعود إلى قسم الأضواء بعد 11 سامن المغادرة 2013 وبين القسم الأول وأيضا قسم الهوات يعود للقسم الأول على بعد ثلاث جوالات من نهاية الموسم وهو تغيير 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 صحي لأن القناة بدنا نلقى ومشي في حلق قبل كان مجموعة الفرق لديها تاريخ على مستوى القسم الأول كالكوكب مراكوشي كمكناس كاسيدي قاسم كالنادي قنطري اللي ربما كانت نزلت من قسم الظلمات كتصار من أجل العودة إذا النتيجة إيجابية لأننا نشوف مكناس تعود إلى الواجهة وإلى قسم الأضواء بعد 11 سنة من الغياب ومشي سالة 11 سنة وهي غيبة كنا نعرف أننا دي سيعتاد مجموعة اللاعبين على المستوى الدولي كذلك جديدة رجعت تقريبا من العودة وهذا شيء جميل جدا كنا نتمنى لو ربما يطلعوا في حل إسبانيا ثلاثة وكما مرق ولكن لكل مشاهدي النصيب هذا الفرق كل أخص العملي مجيعة وتوجد ونشوف مجموعة الفرق كانت قنيتري تلتحق اللي عندها تاريخ على المستوى وحنا كنا صغار كانت فارجوا فينا قنيتري ضد البير المونيق ضد المنتي السيري ناتيد يعني المقارنة بين جود الفرق مقارنة كبيرة ومع ذلك كانت تكون منافسة قوية ومنافسة بالنسبة كبيرة للعب المغاربة بالفعل سعبتي في لدي المكراسي القسم الاحترافي الأول بعد 11 سنة من الغياب كما قلت سابقا ربما المفاجأة غير السراهية للكوكب المراكوشي اللي اتلقى اليوم هزيمة أخرى ومع فريق سارعوات مع المدرب الجديد يلو فؤات الصحابي بعد يعني فكل ارتباط بالمدرب السابق محمد عادل الراضي الكوكب يبدو بأنه بتعدى بشكل كبير من حلم الصعود القسم الأول لا أولا الكوكب نادي المكناسي وفاء لأرواح طاهرة طبعا لعزيز الديدي اللاعب لدازول غويني بيدان كاماتشو هذا ستعود الداكرة الآن إلى المشهد الكورة والحديث عن هؤلاء عن الطارق طبعا لديه هذا الفريق اللي كيستحق كنت كنت منه أنه مثلا النظام اللي غدي كان اللي غدي تعمل الموسم المقبيل اللي غيكون فيه البلاي من بين الكوكب المراكوشي جديدة خريبة كان غيضوا من نامكناس كنا مراكوش إذا كان ممكن يعود هو الرباع الأقرب صراحة الدبال المرقز الثاني تنفس السلاثة بين دفاحة جيدة اللي باليوم فز خماسية 55 نقطة عنده نقطة دفاية هو اقترب ثلاثة النقطة بين تحدي الإسلامي الجديد والكوكب عنده وكوف هناك مواجهة بين الكوكب وجديدة ولكن خمسة النقطة ما بين الكوكب المراكوش أنا ما فهمت أن القرار لتغيير المدرفة لتدورة أنا جاني بعد غريب لها الحقيقة وعدة على مستوى تحليل موضوعيا ما ليس تحيز أي واحد صحبته وإطار كوف عنده مجراب السعادة لنفسه إلى غري ولكن القرار لتغيير المدرفة لتدورة أنا جاني غريب وعنده واحد البعد غرائي الفارق يطمح العودة كان ممكن أننا مجرد أننا خسرنا مع مكناس الفارق الأول يعني هو الذي يستحق والذي يتبت أنه قوي وطبعا الفارق المراكش كان متفوق على مكناس بواحد الصيفر ثم عاد مكناس بإثنان للاحد كان ممكن أن نكتب المدريب تبحث عن شيء هو التحول والتحول فاللحظة هذه معنى التحول سيكون نفسي ليس على مستوى الطاكتيك أو على مستوى النار تحليل التحول نفسي لأن الوقت ضيق بالنسبة للصحابة كنت تحتفظ بالمدريب والحسابات وبعد نهاية الموسم أنا أهداف نظاري نعم الورقة الثانية سعب طيف يبدو الأقرب إليها فريق الدفاع الحسني الجديد 49 نقطة يبدو الأقرب الفريق لسنوات هو يعني يتألق في القسم الوطني الأول يبدو قريبا للعودة هذا الموسم طبعا لأن لحسب النتائج ومشكلة الكوكام الراكوشي هي تعطرت سواء في انطلاق البطولة والآن في المقابلة الأخيرة ودائما في حال يقول الفريق يحقق نتائج ويصعد مخصوش دي النقط الجديدة طبعا الحال ما شف نسقط صعودي يعني كانت في المراحل الوسطى من البطولة كانت متأخرة الآن طبعا الحال ما كانون شي غادي تساعل ما كانون شي غادي تسمع في هذه المرتبة خصوصا على بعد خمسة نقاط من المرتبة الثالثة يعني تقريبا إلى غلبة المقابلة المجاولة المراهة رحقة الصعود اليوم جديدة غلبة يتديل الترتيب نتابع مشاهدينا الكرام يعني الترتيب ترتيب القسم الثاني بعد إجراء الجولة السابعة والعشرين في المركز الأول النادي المكناسي متبوعا بالدفاع الحسن الجديد ثم الاتحاد الإسلامي الوجدي فالكوكب المراكوشي في المركز الرابع ويتديل ترتيب القسم الثاني فريق الجمعية سلا وفي مركز الخامس عشر فريق راكوشيف تعادل اليوم وصعد في سلام الترتيب إلى المركز الرابع عشر التنفس سيكون على أشده بالجولات الثلاث المتبقية من الموسم الحالي إذن إلى القسم الأول سعد فريق سعد فريق النادي المكناسي بعد غياب دام 11 سنة عن القسم الأول وفي القسم الثاني سعد اليوم فريق النادي القنيتري بعد ثلاث مواسم محسين في قسم الهوات دوم وعازم على إعادة هذا الفريق إلى زمانه عندما كان يصل ويجول ويتألق ويحصد الألقاب محسين أرجكس المغرب وصاحب الأرقام القياسية والبوساتي ما زال الآن رقمه وجماهير حلالة بويز طبعا هو فريق كان يطعم المنتخب المغربي مدينة القرى ونازل لعب القنيتري البوساتي هو هداف البطول المغربية رقمه منذ سنوات نعم منذ سنوات ولكن الفرجة القرى المتعة طبعا هذه القنيتري لا يستحق ما حدث له انهيار بالكامل انضحر إلى قسم الهوات من بعد ثراعات كثيرة في هذه المدن طبعا حول طريقة التدبير وتسير الفرق وبالتالي فالنادي القنيتري عاد إلى مكانه والنادي القنيتري يخصو يكون في القسم الوطني الأول لأنه أولا كانت توفر على موارد بشرية هائلة في المنطقة كان المدارس ديالتكوين والأكاديمية ديالتكوين عنده البنية التحتية من أحسن الملاعب إلى غيره عنده رؤساء مثل الذي ذكرته طبعا دومه مجرّب رئيس عنده تصور طبعا دائما لا نحاب أحدا ولكن من الناس الذين جربوا تسير وكانوا ناجحين سوون على مسوى الأب الأكبر أو على مسوى الإبن وبالتالي هو روح المدينة فهذا الجانب طبعا يعتبر أنه مرجع من المراجع لتتمد للمدينة أنها تسعد إلى الدرجة نعم ونادي القنيتري لسنوات استعبت كان يصنع الفرجة يصنع الإثارة ودائما شوفنا الملعب في القنيتري وصور جميلة وتفوهات اليوم قدرون قلوا بأن النادي القنيتري قدرون شوفوه الموسم المقبل في القسم الأول هذا وري هل يخدم عليها طبعا نعرف أن النادي قنيتري هو فريق الأساس كان بناء لعائلة دوم وكان عرف نتل والد الله رحمه يعني علاقة سباق اللي يسمعه من يكو سباق اللعب الكرة وحتى كينوح العلاقة متميزة بين جمهور مدينة طنجا وجمهور مدينة قنيتري ساحت اللاعبين وحا المجموعة اللاعبين قنيتريين اللعبوا في طنجا كحماما كوح المجموعة لتقول للنهذة القنيتري أو النادي القنيتري يعني كان واحد صاربط وحتماسك بين النادي قنيتري واتح الطنجا يعني العودة إلى هذا القسم هذا مشي هو المطلب يعني كانت مننا ويعود لأنه عندما كنا باقي صغار نحن كنتفرجوا كنتبعوا مقابلة دي النادي قناتر خاصة مقابلة الحبية مع فرق أوروبية يعني شيء كان يفرح كنا كانت منه وتحنية كنقولوا من ينكبرون ونكونوا نحن في ذلك المستوى ونلأب هذه اللقاءات يعني النادي قناتر عنده تاريخ وكانت منه هذا التاريخ يتوهج ويعود إلى الحاضرة دي القسم وطني الأول وكاندون بوجود عائلة دمو على رئاسة الفارق وفي خدم تكتولات دي الفارق غاد يعود إن شاء الله بكسم الأدواء أتمنى التوفيق لنادي القناتر والباقي الفرق المغربية في كل المسابقات المحلية والقرية والدولية نذهب لموضوع آخر يتعلق بفريق المغرب التتواني عبد الملك أبرون الرئيس السابق للنادي في تصريح خاص لقناة ميديان تيفي أكد بأنه لن يتنازل عن المبالغ المالية التي في ذمة الفريق التتواني والتي تقدر بسبعة ملايين دي رهام لنتابع المغرب التتواني أنا كانت سلم سبعمائة مليون ولكن بالحب ديالي للهم أنا ميمشيت في حالي عطيتهم لهم فلوس أنا ما خليتش أنه مثلا الكريدي وقلت هذا ديالي لا أنا كانت عطل المؤسسة العمومية ميدخل ميدخل الأموال وعطيتهم أنا عوض بيعت لعب اليوسفين جديدة وبيعنا عدة لعبين بلا منتكر لك الأسماء ديالهم كاملين وهي واحد جوج مليار تقريبا للعابة ولكن واحد سبعمائة مليون وعطيتهم لهم باش يسيروا بها يفكوا بها الأزمة وعدوني أنه يكملوا العام غاد يعتوني الفلوس ديالي صافي هم يتقلبوا عليا أنا بالحب ديالي للفرقة ما بغيتش ما بغيتش نصعد معهم جاوا وعملوا معي اتفاقية وسمحت لهم بثلثمائة مليون على أساس باش يكملوا بربعمية باش يكملوا بربعمية مع الآسف ما كملوش إذن هدا هو الإشكال اللي كان هي بقى أربعمية مليون ولكن ميخلو باتفاقية كدولي سبعمية مليون دائما ولكن أنا رحل الإشارة ديالهم فيما بغوني أنه نساعد الفريق نساعد ولكنه مقطعوا معايا مشي أنا اللي اختعت معاهم إذن الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني يطالب بأمواله كاملة قال لك نسمح له بحث 300 مليون وكما التزمج معه ذا ببغى 700 مليون كاملة وأنت أعرف الناس بخبايا فريق المغرب التطواني بغي نعرف تفاصيل أكثر محسن حول هذا الموضوع أنا أسمعت كثير من التصريحات ديال الحاجة عم ملك أبروم هذا ظاهرة في المدينة اللي ارتقت بالمدينة أن تأخذ جوج الألقاء بعمل حديث وحدات رياضي طبعا في التاريخ ديال الاحتراف أول ما تؤجب بلقى البطار الاحترافية الظاهرة لعائلة أبرون كانت في حال عائلة فراري فهمت في فتطوان الظاهرة هذه من الأعمال إلى الكورة وبالتالي حقق كثير تسجل في الدكرة والتاريخ وما عنده شيء يحس بأن المدينة أنا سمعت واحد تصريح اليده أن المدينة تخلت عنه المدينة لا تتخلى عن تاريخها ولا عن داكرتها ولا عن رموزها وسجل اسمه في المجال الرياضي وسيبقى حاضرا بحكم التاريخ وبحكم الإنجازات اللي يعمل أنا يهمني فتصريح اللي يسمع الدباء أنني ناخد منه الجملة الأخيرة ولكن أنا راهنا إشارة المدينة يهمنا الشيء لأن المغرب التطواني الوضع دياله أصبح موزعا بين قبائل من الديون طبعا إليك الحجر أبرون 700 كنا آخرين كل واحد يكرروا نفس المبلغ هات 700 تتكرر أعتقد هات الرئيس السابق أولا الرئيس السابق يتحدث عن 700 آخرين عن 700 كل شي يتحدث إلى غيره طبعا الكل يتحدث عنده وفعلا أن الفارق يعيش وضعا مأساويا واللي ما خلاش الحجر أبرون أنه يرجع الفارق طبعا هذا واحد من الأسباب لا تقدرش على عوامل أخرى متذاقلة ولكن مدم أنه راهنا إشارة الفارق الفارق المغرب التطواني في نظري أنا وبكل بساطة يحتاج إلى نفس جديد إلى تصور استراتيجي في تسير دياله إذا إلى أشخاص عندهم سيضمنوا الاستقرار ويفكروا في مدى سنوات إذا بغوا يفكروا أولا الأزمة يضمنوا الاستقرار ديالالفارق ويضمنوا الموارد القارة من يجب هذه الموارد السيمو حسين؟ معروف الموارد القارة الآن من اللي تنزل المشروع واضح الفارق المغرب التطواني لا يمكن أن يكون تسير 3 مليار سنويا عند الجامعة وكي اسمح القضية السيمو حسين تطوان دات اللقاب 3 مليار كتلعب من أجل الباقة في القسم الأول ب3 مليار لا لا يسمعني من اللقاب ما نحن نحضره عليه دينا اللقاب الأول ب3 مليار وددينا اللقاب الثاني و3 مليار ونص وددينا اللقاب الثاني وخسرنا 5 مليار ونص بمعنى وصلنا إلى القمة وصلنا إلى الدروة ونحن لا يوجد موارد قارة طبعاً ودغط المصادر المالية سوف نضحر بانت كثير من الديون وبانت اختلالات في التسير نكونوا واضحين اختلالات في التسير هي اللي خلقت معنى التدبير لم يكن محكمان وبغينا أننا نرهن على فارق غالاكسي من بعد اللي فرطنا في أبرون وفرطنا مثلاً أيضاً في ما أسسوه من مدرسة تكوين لو كنا كنا نعتمد بفارق مثلاً عنده 80% أو 70% من المدارسة من مدرسة دياله ما كنا نخسره كثير من الأموال لأن فارق المغرب تطواني تسير ب42 مليون درهم وب45 مليون درهم وخلج المليار ديال 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 فارقاً وصل إلى القمة بلجنة مؤقتة بلجنة مؤقتة بلجنة مؤقتة في الدولة البطولة ب3 مليار هذا هو القاسر المشترك وكانوا صراحة العقد الأخير بلجنة مؤقتة بلجنة مليارونس وأرقاب المؤلاء بلجنة نختم بسرعة المنتخب المغربي للفوتسال السيابطيف اليوم بتجارة القرعة المونديال لأوزباكستان والمنتخب المغربي وضعت القرعة في مجموعة صعبة تبدو صعبة ولو أن المنتخب المغربي اليوم يتمح لكأس العالم ما بقتش فارق صعب البرتغال بطل نسخة الماضية من كأس العالم إلى جانب تاجكستان رابع كأس أسيا والذي يشارك لأول مرة إلى جانب بطل الكونكاكا في متخب بنما المتخب المغربي ديال الكرة القدم داخل الصالة يعني ولف فوح تألق مصامر ودلع ذلك المرتبة اللي وصل العالميا المرتبة بالنسبة الآن العميد الفارق اللي هو كترشح بين العشرة الأوائل للحصول على أحسن لاعب لكرة القدم داخل القاعة يعني هذا شيء جميل جميل جدا الحدود دي أننا كلاعبين مغاربة وكمنتخب مغربي حدود قائمة رغم وجودنا في المنتخب البرتغالي المنتخب البرتغالي كيلعب نفس النهج اللي كيلعبوا بها البرازيل يعني كرة تعزلنا معها تعزلناها يعني الحدود متكفي نعم يعني المنتخب المغربي بالحد الآن بحل اللي قالوا المجموعة دي الخبراء فاد الكرة على أن عنده أسلوب خاص به يعني ولاحظناها في أسفريقيا الأخيرة بحيث أن كيلعب طريقة مغايرة كنعرفوا بأن كرة القدم دي داخل القاعة كيلعبوا بخمسة دي اللاعبين فوقاش من هناك تكون نتيجة سلبية وفي آخر أطور المقابلة نعم بينما تقول كيلعبها في طريقة مختلفة طريقة خافة أسلوب خاف يعني أسلوب خاص بالتوفيق للمنتخب المغربي ثلاثة المرة بطل إفريقيات ثلاثة المرة بطل البطولة العربية بطل كأس القارات وربع نهائي المونديال للمشاركة فيها طموحات كبيرة والبوديوم ضروري هذه المرة في قاس العالم سعبتي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك وشكرا للسائرين على هذا البرنامج شكر لكم ضيفية الكريمين ختام حلقة شكرا جزيلا